انسحاب تكتيكي من بعض المواقع ومعارك هي الأشرس في تاريخ المواجهات العسكرية مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وسط كم هائل من الأنباء التي تتدفق عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن حقيقة ما يجري في هذه الجبهة وضعت القيادات العسكرية العليا خلال اجتماع عقدته في مارب برئاسة وزير الدفاع وبحضور قائد قوة تحالف دعم الشرعية وضعت النقاط على الحروف وأقرت بتنفيذ الجيش انسحابا تكتيكيا للوحدات في بعض المواقع القيادة أوضحت أنه جرى ويجري ترتيب وضع هذه الوحدات للقيام بمهامها وواجباتها القتالية في الجبهة مؤكدة أن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة فيه مهما كلف الأمر وأن العمليات العسكرية مستمرة ضد الميليشيا المتمردة في كافة المحاور والجبهات الأمر ذاته بالنسبة لموقف التحالف الذي أثير حوله الكثير من الجدل فقد أوضحت القيادة العسكرية أن القوات المسلحة تخوض معركة مصير مشترك جنبا إلى جنب مع الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة يأتي ذلك فيما تفيد أنباء ميدانية بأن طيران التحالف قصف خلال الساعة الماضية تعزيزات للحوثيين في مسورة وجبل المنصاع في ميسرة جبهة نهم ومنطقة حبابة واستهدف مواقع خلف جبل هيلم بصرواح مارب فيما تدور معارك عنيفة في وادي حريب نهم وفي ساعات متأخرة من ليل الجمعة تدعى إلى جبهة الآلاف من المقاتلين من الجيش وقبائل من مارب والجوف إثر إعلان النفير العام وبدأت القوات بالتوافد إلى الجبهة بتعزيزات تصل إلى أكثر من ستمائة سيارة وعربة مدرعة والتحمت هذه التعزيزات منذ فجر الجمعة بالجيش المرابط في فرضة نهم ومفرق الجوف وحريب نهم والمخدرة المعارك كشفت خلال الساعة الماضية عن صمود نصطوري للجيش الوطني الذي يسيطر على أغلب المواقع في الميمنة والقلب ويجري التعامل مع المواقع التي انسحب منها خصوصا في ميسرة جبهة نهم معارك نهم استدعت موقفا سياسيا من الحكومة اعتبرت فيه على لسان وزير الخارجية أن هذا التصعيد من جانب ميليشيا الحوثي الانقلابية وفي ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء يعد استغلالا سيئا لاتفاق السويد وللتهديئة في الحديدة ولكل جهود السلام ورأت أن هذا التصعيد يهدد بنسف كل جهود السلام وأن الشعب اليمنية لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة لميليشيا الحوثي لتغذية وإعلان حروبها العبثية موسيقى